موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ديوانية المزائن البرنامج المصاحب لمهرجان الموروث الشعبي بدولة الكويت الشقيقة في زيافتي في هذه الحلقة رجل الأعمال والمشارك ناصر بن سعيد بن مرسان الحاجري أبو سعيدة حياك الله معنا أبقى كالله الله يسلمك متنوم سين وسعيدين بوجودك اليوم معنا وحن أسعد الله طول عمرك أبو سعيدة وبدأ مع أكثر عمرك لمشاركتك أول مشاركة لك في مزايا الكويت كيف شفت المهرجان والمزايا بشكل عام والله المهرجان ممتاز المهرجان السنة هذه مهرجان كبير أحسن من السنوات السابقة عملوا أشواط كثيرة زايدين عدد المشاركين من الكويت من المملكة العربية السعودية ومن جميع أبناء دول مجلس التعاون نعم أبو سعيد أول مرة تشارك صحيح؟ هذا صحيح نعم تمنىك إن شاء الله التوفيق أبو سعيد اليوم عرضته وكان عرضا طيب كيف كان عرضكم وكيف كانت المنافسة اليوم في الخمسين والله العرض اليوم طيب وهذا من فضل الله رب العالمين اليوم الجو زين أمس كانت الأجواء تعبانة واجد غبار وهوى لكن اليوم الله لطف بنا واليوم الجو زين ومناسب لعرض البل وشاركنا اليوم مع أخواننا الآخرين المشاركين واللي جايين نفسه على جائزة الشوط الخمسين مجاهي طيب وش تقيم مشاركتك اليوم وش تقيم حالك أنت رجل صاحب نظر يعني ومشارك وشف تبلي وشف تبلي منافسينك وش تقيمك والله شف تبلي وابل منافسيني والشوط اليوم شوط قوي وابل مشاركة كلها قوية وكل واحد جاي اليوم لهذه المنافسة يبغى المركز الأول نعم نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أبو سعيد ما شاركت في مرقبه السنة الماضية وش كان الساب والداعي لعدم المشاركة والله يطوي العمر حنا شاركنا في المهرجان المرقيبة اللي قبل المهرجان هذا الفايت وحصلنا على نخبة النخبة نعم وحبين نترك فرصة للآخرين إنهم شاركوون السنة هذه في مرقيبة وحنا رحنا وشاركنا في الضفرة السنة هذه نعم وش المركز اللي كان في الضفرة السنة هذه والله حصلنا على الأول في شوط الست والأول في شوط بينونة 20 ناقة نعم 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 طيب كان السبب إنه عدما هل الواحد إنه إذا حصل على النخبة يحب يحتفظ بها أكثر من سنة يعني يقول أنا خذيت النخبة وعشان ما يقول خذ الأول أو خذ الثاني لا السنة هذه ما عندهم نخبة في مرقيبة عندهم المركز الأول صحيح نعم السنة القادمة عندهم نخبة النخبة وإن شاء الله نحنا بيشارك معهم السنة القادمة موجودين بإذن الله إن شاء الله نعم كان يعني تقريبا لأن أخذيت النخبة فصعب أنكم تأخذون ترجعون وتأخذوا الأول وأنتوا بعدها قبلها ما أخذين النخبة ما أعتقد هذا صحيح هذا مهم قياس حتى لو أنك جيت وحصلت على المركز الأول يعتبر أنك فائز أنت الأول لا بس كان مسمى يعني النخبة أنا جاء حصلت على النخبة فالواحد لو حصل على النخبة خلاص يقول أنا أرجع أخذ أول بعد ما كنت نخبة شي تعودوا عليه الناس خلاص النخبة اسم النخبة حتى أولون نفس المركز ما أعتقد ما أعتقد اللي بيجي مرقيبغ بنافس يبغى على المركز الأول سواء فيه نخبة أو ما فيه إذا ما فيه نخبة هو الأول وإذا فيه نخبة هو الأول حتى حتى صارت فيه نخبة صاحب نخبة النخبة هو الأول على ديدان كلها نعم فعلا طيب ألا بيك أسدلك عن مشاركتك في الظفرة السنة هذه كيف شفتها وكيف كانت المشاركة والله مشاركة ممتازة وكان الأخوان في الظفرة ترتيبهم المزاين ممتاز وبادلين جهود طيبة خاصة في التنظيم وفي الترتيب لا ترتيب الجمهور ولا ترتيب الحلال نعم المقارنة وضعنا مقارنة بين المزاين المرقابة والكويت والظفرة وش الأفضل بالنسبة لك؟ مو بغضية أفضل تبي تقول وش اللي أرتب وش اللي أحسن تمام أمور قيبة والكويت مهرجانهم كبير جميع ألوان البل مغاتير كلها والمجاهين صحيح الأخوان في الأمارات عندهم لونين بس عندهم المجاهين وعندهم العمانيات صحيح وقادرين يسيطرون عليها وصراحة عاملين تنظيم ممتاز لا من ناحية التنظيم لا من ناحية الطرق للمخيمات لا من ناحية النظافة في الظفرة بذلين جهود جبارة يشكرون عليها في الظفرة؟ هذا صحيح نعم الكويت والمرقابة أقل تنظيما؟ أنا ما أقول أقل تنظيما زياناتهم كبيرة نعم ويمكن وإذا كان كبير يكون عب على الدولة هنا تنظيم حول ستة ألوان نعم وكل لون مثلا في أمور قيبة ثلاثين وخمسين ومئة وفرديات أمور قيبة يفترض صاحب السملكة الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير سعود بن مشعل بادل ينجهد كبير ولا هم قصرين لكن التقصير في بعض الجهات الحكومية يفترض يفترض أن بعض الجهات الحكومية أنها تبذل جهود أكبر أكثر من كده خاصة البلدية نعم في النظافة نعم يعني تسأل راعي البلدية يقولون والله أنا حدودي كيلو كيلو من من مغري من خيمتي مع العلم أن أمور قيبة يمكن عشرة كيلو في عشرة كيلو هذا مو صحيح 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 طيب أبو سعيدة أسألك عن نتائج المرقبة السنة هذه في المجاهيم أنت رجرة عن نظر وأكيد أنك جيت المرقبة وشفت الحلال كيف شفت النتائج أنا ما جيت المرقبة السنة هذه لكني ما زرتها زيارة أنا لأن نفس التاريخ الضفرة الضفرة فأنا متابع المرقبة عن طريق الفضائيات وشفت الحلال الذي عرض نعم والنتائج حسب ما شفنا الحلال نتائجهم وترقيمهم لا غبار عليه الغنائم ما اعترض على نتيجة اعترض شديد جدا أبو سليمان له الحق أنه يعترض وكل واحد رأي حلال ما هو راضي أنتران النتائجهم ما عليها غبار كيف لها الحق وإذا كان نتائج طبيعية صاحب الحلال كل واحد يبغى يكون هو المركز الأول ومرقبة ما تقدر ترضي الناس كلها فيه لجنة وحالفة على القرآن وأصحاب نظر وأصحاب ذمة وقيم الحلال لكن لو تروح وتسأل الجمهور اللي حضروا مرقبة تحصله نفس التقييم ونفس الترقييم اللي سوته اللجنة نعم طيب أنت يا أبو سعيد كنت راضي عن نتائج المرقبة بخصوص مشاركات كنت؟ أنا راضي في المرقبة وأنا مشارك في المرقبة يمكن لي ست سنوات نعم وشاركت كذا مرة ولا حصلت على المركز الأول نعم ومو بشرط إنك إذا ما حصلت على المركز الأول إنك إنك تكون زعلان إنهم يعطونك مركز الأول وليس صحيح لا الدافع في الزعل المشاركين يقول عنده عدم رضا والعدم رضا هذا من حلالها يعني يرى أنه بس ما هو طلبة كده واحد يعني أنتم لأنتم ماخذين كلكم مركز الأول بيكون في مركز أول وثاني وثالث فهو يقول من داخلها حقي ما هو بالأول بس هذا هو الشيء اللي يبغي يوصله هذا رأي هو هذا رأي هو لكن لو تحضر الأخ طلال وتحضر واحد من اللجنة وتحضر اثنين من أصحاب النظر نعم طيب شرط أنه يكون أصحاب النظر رأيهم مثل رأي اللجنة نعم فالمرقابة ما تقدر ترضي اثنين امرقابة تعطي الأول امرقابة علىها ما أخذ السنهذي نعم عملية المكرر ما في مكرر ما تساوي الألبل ما تساوي هو يقول لي مية طيب مية يعزل خمسين رأي الحلال اثنين هذول اللي تقولون هم مكرر يعني كل منهم يعزل خمسين وتاخذ من الخمسين حزلوا ثلاثة شكو عشرين وخمسطعش وخمسطعش لازم ناقة تسمن لها ناقة ما يصير المياه من أولة لآخرها متشابها هذا غير صحيح يعني الألبل ما تساوي ما تساوي مستحيل مكرر ما في مكرر ما في مكرر أما قضية أرضاء شفوف هذا مو صحيح طيب يعني ممكن ناقة تفرق في المياه يا رجالي تفرق الناقة خف خف ذي يمكن أكبر من الخفة الثانية يعني ممكن خف يفرق في القضية صحيح طيب المكرر اللي كان في المرقابة كان أرضاء الناس أنا ما أقول رضاء الناس أنا أقول مكرر ما يصير في مكرر طيب أول و ثاني والناقة تسمن الناقة طيب وش تفسر اللي حدث في المرقابة للمكررات أنا ما أفسر في شي نعم لكن غضية هذا مكرر هذا مكرر هذا ممصحيح البل ما يجي فيها مكرر ما يجي فيها مكرر طيب يجي مكرر في الفردي يمكن الفردي يصير فيه مكرر ولكن مية ناقة من واحد إلى مية ومن واحد إلى مية متساوية ممصحيح صحيح لأنها كلها مخلوقة وخلقت الله فيها اختلاف صحيح هي مصنوعة صحيح ممكن لونها مصنوعة بعد يجي نفسها هذا صحيح حتى المصنوع بتاع ممكن تعين فيه شي بسيط تفرقه لكن هذه مخلوقة وتختلف هذا صحيح شي بسيط ممكن يفرقها نعم فرضا المكرر اعترضنا عليه وناس واجد أبدأ استياها من المكرر وإن شاء الله أنا ما يكون ثالث مكرر متى صارت هذا المكرر علي أساس ثالث مكرر الأول والثاني ممكن أساس لكن لا هلنا معترضين على الأول يصير مكرر لكن تعطيني ثالث مكرر وشنا المقياس هذا الناس كلها مستغربة مثل كابوسعيدو وناس واجد مستئيم من الوضع لأنهم مكرر ما يجي مكرر هذا صحيح مكرر ما يجي مكرر ناقه تفرقل بل رجل هل بالو يعرفون يعني يعني مياه لونها كلها مصنوعة صناعة ما هي بخلقة ربي صحيح ما أجي سواء طيب أبو سعيد المزاين المرقابة مزاين عريق وله كم سنة ويعني ما قصره وفيه تنظيم وش عادة اللي ينقص المرقابة السنين هذي قلتي يا عمر أمار قيبة سيدي المرقابة العزيز الله يطول عمره والأمير سعيد المرقابة ما قصروا في تطوير المرقابة لكن أهل البل والجمهور يبون أشياء أكثر يبون تطوير يبون أشواط إضافية يبون الجوائز إلى المركز الخامس يبون أشواط فردية يبون أشواط للفحول وطوير العمر ما هو مقصر إن شاء الله ترنها يعني إن شاء الله في يعني هو مهرجين ما شاء الله في القمة مهرجين عليها قبال وعلى شعبية كبيرة نعم وسمعنا أن السنة الجاية عندهم مفاجئات سمعنا أن في نخبة النخبة وأن الجائزة نخبة النخبة مليون وسيف وتنكر سيكس ما شاء الله وإذا هذا صحيح جزاهم الله خير ومطلبهم منهم أكثر نعم طيب أبو سعيد نستاذنك معنا فاصل وراجعين مشاهدين الكرام فاصل قصير تابعونا حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد أبو سعيد أبو سعيد أرجع لك لمشاركتك طال عمرك اللي أخذت فيها النخبة كان من نفسك من زمان الهاجري نمسي عليك الخير كان الحلح البعض أنا يعني كنت موجود وهل النظر كانوا موجودين كان الحلال متقارب جدا من وجهة نظرك أبو سعيد وشي اللي فرقكم وشي اللي فرق النخبة عن الأول ما احترامي وجهة نظرك الحلال ما كان متقارب حسب كلام اللجنة فيما بعد فرديات عندنا حوالي خمسين ناقة فردية واللجنة عارفها الشيء هذا أبو سعيدنا كان معي في حلقة سابقة ألمير عبدالله بن جلوي نقلا عن كلامه سألته سؤال قلت وش يعني وش الحلال اللي حول بعض واجهك في مرقابه قال السنة اللي كان فيها ابن زومان وابن مرسان قال الحلال حول بعض جدا فرقه بسيط فو نقلا عنه هو قال ذيك السنة المجاهيم كانت المنافسة قوية وذكر بين ذو دين نعم فيما بعد اللجنة تقول ما قالها عبدالله بن سعد بجلوي لكن أكثر من ثلاثة من أعضاء اللجنة قالوا في الشبوك اتضح لنا ابن بن مرسان فيها فرديات حوالي خمسين ناقة فهم صاروا يعدون الفرديات يعني اللي رجحك الفرديات خمسين في المية من ابن كانت خمسين فردية نعم خمسين فردية نعم أبو سعيد المنقية كلها أو المشاركة اللي وصلتك النخبة كم كلفت عليك والله كلفت واجد مبلغ معين ولا منتب ما يحتاج ذكر مبالغ لكن المنقية كلفت مبالغة كبيرة وش الدافع عبدالسعيد أنك تدفع المبالغ هذه كلها يعني أنت ذا على حسب ما نقول يعني الفردية تحرس على الفرديات أو اللي ترقم اللي تأخذ مركز الفردي أنك تحرس علىها حتى لو كان مبلغها كبير هذا صحيح عندنا الآن جميع الفرديات نعم من المجاهيم في الجزيرة العربية موجودة عندنا من الجزيرة عموما؟ نعم طيب هل هو يعني الدافع هذا يعني منافسة أسماء معينة أو المشاركة للحصول على المركز الأول أو منافسة مقصودة لأشخاص معينين شوف الهدف هو الحفاظ على التراث وعلى البلو الطيبة وتشجيع سوق المجاهيم سوق المجاهيم خاصة خاصة ثردية يكون سعرها غالي نعم عندك لون ثاني غير المجاهيم؟ بقيت عندي الآن عمانيات نعم عمانيات طيب أرجع بك للسؤال نفسه هل كان دفع المبالغ هذه لمنافسة أسماء معينة أو للمشاركة للحصول على المركز الأول فقط؟ للمنافسة الصور على المركز الأول وإحياء سوق المجاهيم والتراث طيب البلو اللي أسعارها أقل يعني ممكنك تشتريها وتحيي التراث يكون عندك بلو بس ما تقدر تشارك فيها في المزاينة ما تقدر في الدافع قد يكون منافسة منافسة أو يعني مثلا فيه ناس يقول عندي اسم معين أبغى أتقدم عليه أو أبغى فهو هدف الشيء معين فقط يصل له بعدها يتراجع يعني يصير عنده فتور أو زي كذا بالعكس ما فيها اسماء إنما إذا بتقني قلب الطيبة لازم أنك تحضر المزاينات وإذا بتحضر المزاينات لازم يكون عندك هدف في الحصول على المركز الأول أو لا تحضر نعم الطيبة أتكلم عن طريقة التحكيم في المرقابة العارض والشبوك هل يتقنعكم؟ هل يتميز الحلال؟ شوف مرقابة لجنتهم ما عليها قبار مرقابة يفترض يكون عندهم لجنة تشبيه الحلال المهجن ما يدخل عندهم لجنة اللون والعدد اللون والعدد والوسم والشاهد بس لكن ناقة مهجنة باكستانية أو سودانية تدخل طلعوها قبل سنة طلعوها متى؟ في الحمر في الحمر مدري في الحمر كان في باكستانيات أنا أتكلم بالمجاهيم المجاهيم لا أتكلمك على الحمر نعم تقول ليش ما تدخل مهجنة؟ هذه مهجنة غير عربية وغير أصيلة غير عربية وغير أصيلة نعم نعم ولا أنا أتكلم عن لجنة التحكيم بطريقة التحكيم كانت مرضيتكم؟ لجنة التحكيم مرضية عندهم العرض عندهم الشبوك المأخذ عليهم السنة هذه كثرة المكرر نعم طيب لجنة الكويت لجنة الكويت لجنة ما بعد شفتهم؟ لا ما بعد دراتهم ترتيبهم ممتاز لكن الأخوان في الكويت وليس لجنة التحكيم نعم إنما اللجنة المنظمة المزاين الكويت نعم يبقى لهم يكون فيه تنظيم أقوى يبقى لهم يكون فيه كنترول على الجمهور ترتيب دخول الجمهور نعم فيه فيه تسيب عند الأبواب كل داخل وكل جاي يبقى لهم حزم وضبط دخول الجمهور صحيح داخل الشبوك ثاني شيء حتى يعني عملية الشبوك يعني شبوكهم بيه بشبوك قوية هذا مزايا دولة يفترض أنه يكون مرتب بترتيب أحسن من هالترتيب هذا اللي حاصل الآن في الكويت نعم نعيان تطالب التطوير يكون بشكل أفضل هذا صحيح طيب عندي مداخرة بالنسبة للأمن نعم واطلاق النار نعم من الجمهور أثناء مسيرة البل هذا خطأ ما شفناه ما شفناه اطلاق نار لا في مرقبة ولا في الضفرة هنا اطلاق النار بشكل رهيب ليل نهار عند المخيمات في المسيرات يبغى يبغى له حزم من جهات من جهات الأمن طيب هذا أنتو المشاركين اللي تطلقوا النار ما نعرفهم يجيك واحد في المسيرة ولا تأخذ إلى فتح الفتحة حقة حقة الجيب وجالس يطلق نار أنت ما كان في مسيرتك اطلاق نار لا أنا ما صار في مسيرتي اطلاق نار وأنا محذرهم زين زين طيب اللجنة أنتو يا المشاركين دي تنافسون لكم يد في اختيار اللجنة أنتو من يختار اللجنة نحن المشارك ما نحن علاقة في اللجنة اللجنة العلية المنظمة هي التي تقوم باختيار اللجان يعني طيب أنا مشارك وكل سنة ما أأخذ مركز لازم أني كل لجنة أنا أثق فيها أنا مشارك ما هو بشرط أنك مشارك وتجيب لك واحد من جماعتك تحطه في اللجنة على حسن يفوزك ما هو بصحيح فيه لجنة عليا هي التي تختار اللجان لجنة الكويت فيها من جميع ابناء دول الخريج لجنة الكويت أنت راضي عنها أنا إلى الآن راضي عنها لكن الأخوان في الضفرة نعم جميع أعضاء اللجنة من الإمارات نعم ما عندهم ولا شخص واحد من السعودية وسبعة إماراتيين هذا مو بصحيح يفترض أنه فيه أصحاب نظر من جنسيات أخرى من أبناء دول مجلس تعاون يعني أنها تنحصل على الأهل الإمارات هذه مو بصحيح مشارك جاكم في أبناء الخليج مو غضية أنها مو بصحيحة يفترض أن فيه ثلاثة أربعة من أبناء دول مجلس تعاون طيب المشاركين هل ترى فيها أشكالية هل هو في مشارك شراء من اللجنة أنت يا بسعيد شاركت من أحد أعضاء اللجنة في فكرة الصدر لا لا أنا ما أشتريت من في مشاركتك قبل سنة ما شاركت من أحد أعضاء اللجنة لا لا أبدا وش رايك فيها والله أنا ضد الشيء هذا أنه يشتري من أعضاء اللجنة يشتري من يعني أي شخص قبل قبل المزاين بشهر و بشهرين عقبه الشخص هذا صار في اللجنة هذا شيء ثاني لكن أثناء التحكيم تشتري من شخص من أعضاء اللجنة أثناء أثناء تحكيم المزاين أعتقد هذا الشيء هذا ما يصلح والشخص اللي في اللجنة ما أعتقد أنه يرضى أنه وشي الإشكالية فيها ما فيها إشكالية ما فيها إشكالية لكن على أساس أنه ما يصير فيه كلام فيما بعد أو أنها باب شبهة يعني ممكن أنه باب شبهة يسكر يكون مدخل شبهة حتى لو أن الرجال نيجي تنظيفها بيشتري لبكرة ترجح حلالة والله شوف حتى لو حصل أنه شرالة بكرة نعم من شخص وصار في اللجنة نعم والشخص هذا حالف على القرآن نعم ما أعتقد أنه راح يبيع ذمته على أساس أنه باع فلان من الناس وأنه يروح يفوزه ما بصحيح طيب أبو سعيد قبل ما تشارك في أي مهرجان في أي مزاين تشوف أسماء منافسكين هم بيشاركون ولا لا يعني ممكن أنك تشوف تحيين الفرص تشوف هلهم بيشاركون أو لا وتدخل لا أنا إذا بغيت أشارك شاركت ما تعلق المنافسين يا أشارك بقوة يا ما أشارك طيب لو أنك شاركت ولا شفت منافسينك واغلبوك ما في أشكالية ما عندك لا 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 ما في أشكالية ما في أشكالية أنت رايح تبغى المركز الأول وغيرك رايح بغى المركز الأول أنت عندك حلال قوي والشخص ذاك اشترى الحلال وفاز عليك ما في أشكالية لكن لا يفوز عليك حلال هردي وحلالك أحسن منه ويفوز عليك هذه المشكلة لا أكيد ما يفوز عليك أو أنه أو أنه اشترى عند الباب وفاز عليك ونهر ثاني يرجع الحلال هذا بعد غرض طيب أنا أشتري قبل ما أشارك وببيعه اليوم الثاني أنت ما بعت يمكنك ترجعه طيب لا بعت ما عليك إذا بعت على شخص آخر لكن ترجع على رعيه لا لا أنا بشتري من فلان من الناس بشتري من فلان وبدخل أنا بنافسك يا أبو سعيد أدخل الحلال معي ولما مني طلعت رد بعته عليه مرة ثانية إيه هذا ترجع لا بيع أنا شرائته وبعت أنا نيتي أني بشتريه لا رعي الحلال قال رجعوا حلالي علي ما أعطوني فلوس يعني أجي حدا ما أعطي شيء إلا أنا أطلع من شارك رعي الحلال قال الحلال الحلال رجع علي طيب النقطة هذه كانت مع من الشخص اللي أرتكب المخالفة لا واجد لا أنت مسعيد أكيد أنك تقصد شخص معي أنا ما أذكر أشخاص لكنه حصل نعم أنه دخل مزاينة ونهار ثاني رجع نص حلالة يفترض يفترض في اللجنة أنه يحلف أن هذا الحلال حلالة وأنه ويحلف أنه ما يرجع عقب المزاين هو أكيد أنه حلفا حلالة ويحلف أنه ما يرجع لأن المزاين راح يندمر راح يخترب طيب طيب لو كان في واحد أخذ حلالة ورجع أنت بعد يا أبو سعيد أخذ حلالة ورجع نفس السافة وفز هذا مبصحي هذا مم مغياس لكي تصبح في نفس الكفة لا 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 هذا غلط أنت بتحييي للتراث يعني أبو سعيد أنتم مشاركين هدفكم إحياء التراث إحياء التراث والفوز صح أمن يتسلف حلالك ونار ثاني يرجع لك هذا مبصحي أنا ممكن الحياة التراث واجب على الجميع لكن أرى أن الهدف عند أغلب المشاركين أنه ظهار الاسم والحصول على المركز الأول والحصول على المركز الأول هذا ما في شك نعم لكن الحصول على المركز الأول بطريقة صحيحة أما بطريقة لف ودوران واحتيال ما حصلت على المركز الأول المجالس بتصورف بتصورف فيك بتقول أنت ما فيست كرموا وعطوه الأول هي عطوه الأول خلاص بس الجمهور والمجالس والعالم عارفين أنه مو بالمركز الأول لأنه سلف الحلال ورده نار ثاني اللجنة عطوني وكرموني وظهر اسميني الأول وخلاص انتهانا لا بعض اللجان اسحبوا الجائزة واسحبوا المركز الأول وعطوها المركز الثاني وهذا حصل في الهجن نعم طيب إن شاء الله الله يمشي الأمر إن شاء الله في المسار الصحيح إن شاء الله نضع الثقة في المشاركين وفي اللجنة كذلك نضع فيهم كامل الثقة وإن شاء الله أن النافسة تكون شريفة وتكون بالشكل المطلوب وأنها تكون يعني يجب على كل مشاركة أن النافسة تبل ما هي بنافسة ريجيل بعضهم يقول لنا فلان وذاك فلان لا أبلك يا فلان وابل فلان ما هي بروسكم أنت بروسكم هذا موضوع ثاني في الموجودة الحين أغلب الناس يقول لا ابن فلان وابن فلان هظالهم المتنافسين لا المتنافسة أبلهم ابن فلان وابن فلان هظال عزيزين ومكرمين ما هم بيقاسون ولا هي بتقاس ولا من نفسها ما هي بروسهم من نفسها في بلهم فهذه هي الإشكالية اللي وجدناها وموجودة حاليا عند بعض مشاركة لكن إن شاء الله ناقلة أبو سعيد قبل ما نختم مقارنة بين مرقابة والكويت وش السلبيات هنا وهنا والإيجابيات أنا أعتقد ما في سلبيات مزايا مرقابة مزايا كبير جميع الألوان وثلاثين وخمسين ومية الكويت كذلك جميع الألوان وترتيبهم إلى الآن منتاز وبادرين جهود يشكرون عليها وودي أستغل هذه المناسبة لتقديم الشكر والثناء لحضرة صاحب السمو أمير دورة الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح وسمو وريع الده الأمين ورئيس مجلس الوزراء وشكر موصول للجنة المنظمة لهذا المحرق مع رجان نعم مطلوب منهم مشاركين يطلبون تطوير هذه المزاينات يجاد أشواط كثيرة يزاد عدد الجوائز يصير فيه ترتيب وتنظيم أحسن والأخوان في الكويت الله يجزعهم خير يحرم بالخير يحرم بالخير ومواعدين السنة الجاية يكون فيه تطوير ويكون إلى الأحسن إن شاء الله أبو سعيد في نقطة بيثيرها معك قبل ما نختم أنتو يا من نفسين اتسروا بكم مشاكل وحززات ويعني نوع من التصادم فيه مشاركين معينين والله أخوان على موطر واحد ويتمشون فيه بعض المشاركين يكون بينهم بعض التصادم وش تعليق على النقطة هذه والله يطوي العمر ما أعتقد فيه تصادم كلهم أخوان ومنافسة شريفة يصير فيه بعض الحساسيات أثناء المزاين لكن عقب المزاين وقبل المزاين تشوفهم مع بعض وكل منهم في مجلس الآخر الحمد لله في الختام كم معي رجل الأعمال والمشارك في مزاين دولة الكويت ناصر بن سعيد بن مرسان الهاجري والسعيد كلمة أخير الشكر موصول لكم غناة الساحة على جهودكم المنظورة لإحياء الموروث في جميع دول مجلس التعاون وحنا نشكركم مشاركين نتمنىكم إن شاء الله التوفيق والحصول على المراكس المتقدمة في إذن الله لناولكم إن شاء الله في الختام أشهركم مشاهدين الكرام تابعوا برنامج ديوانية المزاين معي أنا فهد العرجاني يعرض عند السادسة مساء ويعاد عند الواحدة ظهرا ألقاكم في حلقات قادمة اشتركوا في القناة